وبحسب الأنباء التي تلقينها اليوم من مصادرنا في قصر الرئيس رجب طيب أردوغان ساد الظعر القصر بسبب أنباء عن المسيح الدجال كان الحديث الذي أثار الضجة على النحو التال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال يأتي من جهة خراسان من جهة المشرق الأشخاص الذين تبدو وجوههم كدروع مغطاة بالجلد أي الأطرات سيتبعونه بسبب سنن ابن ماجهي أربع آلاف واثنين وسبعين قرر رجب طيب أردوغان وعلماء المسلمين العاملين في القصر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أغلو هو المسيح الدجال على الرغم من التأكيد على أن كليجدار أغلو هو المسيح الدجال بسبب شائعة مفادها أنه من خراسان وتأييده في استطلاعات الرأي التي يبدو أنه حصل عليها من الأطرات لا يزال هناك صمت حول هوية المهدي يقولون أن رجب طيب أردوغان لن يكون المهدي بسبب عمره لكن إعلان شخص آخر على أنه المهدي بدلا من رجب طيب أردوغان قد يضر بالصحة الجسدية لعلماء المسلمين في القصر بالإضافة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان كان السياسيون وعلماء الدين حاضرين أيضا في الاجتماع حيث تمت مناقشة الحرب ضد المسيح الدجال كليجدار أغلو في القصر ومن بينهم زعيم الحزب الشيوعي الانفصالي السابق ووزير الدولة المسؤول عن البرامج الحوارية محمد متينير الوزير السري المسؤول عن التقاط الصور مع تجار المخدرات والمولعين على الأطفال في مكتبه وكذلك وزير الداخلية سليمان الصويلو وزير للدولة الإسرائيل المسؤول عنها للتصيد إبراهيم مليح جوك جيك وزير الدولة السري المسؤول عن البكاء والتظاهر بأنه ضمير عديم الضمير للإسلام السياسي وبالتالي تهدئة الرأي العام بولينت أرينت أمير الجماعة الإسلامية السنية الإسماعيلية جدالي أحمد حجا رئيس للشؤون الدينية علي أرابش رئيس ديارة بكر خليا للدولة ودعش أبو هريرة والإمام كبب من طائفة فتح لها غول أمر للهاتئما بلكلي قال رئيس الشؤون الدينية علي أرباس إن الخلى يطرب الشياطين وفي هذه الحالة يمكن أن يؤثر أيضا على كمالك الإجدار أغلو ثم طلب الرئيس رجب طيب أردوغان من أمينة أردوغان الخلى التي كانت تغلي وتقطر خلى التفاح في قاعة السلطنة في تلك اللحظة لكن السيدة الأولى أمينة أردوغان قالت لا أنا أكسب من هذه العملات الأجنبية ليس لديك خيار أنت أيضا بحاجة إلى المهدي لتدمير المسيح الدجال كليجدار أغلو لأن المهدي سيبلغ من العمر أربعين سنة حسب الأحاديث فإن المهدي سيكون فقط ابني بلال ثم قال رجب طيب أردوغان وهو يصيح يا لها من امرأة غبية بلال الوحيد في الأربعينيات من عمره صاحت أمينة أردوغان كما تزعم مصادرنا أيها القرد النحيل لولا بلال الذي تسميه غبيا الذي كان سيحمل دولاراتك ويورو في أكياس من ممرات الأقصر لسري إلى مهب طال الطائرات لرئيسي في مطار إسنبوجا صحح لرئيس أردوغان بغضب خطأ أمين أردوغان بقوله إخراس هناك برغل وضغي قذارة منقريتنا في تلك الأكياس تلك الحقائب ترسل إلى لمسلمين الجياع في إثريقيا في متابع بلال كان سضيع طريقها في القنوات السريد بهذه الحقائب ويموت في زاوية القنوات لو لم تساعده أخته الكبرى السومي في حمل الحقائب قالت السيدة الأولى أمينة أردوغان يا له من كلب جاهل لا يتكلم أي قناة يتحدث أي قناة إنها نفق وبينما كانت تصرخ تدخل مفتش من محكمة الحسبات التركية وقدم التقرير الذي أعده إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ووثق التقرير أن بيع الخل الذي أنتجته أمينة أردوغان بعد شراء آلاف الأطنان من التفاح لم يغط سوى عشرين في المائة من التكلفة على الرغم من أن رجب طيب أردوغان لم يفهم أي شيء عن الأرقام إلا أنه شعر بوجود موقف ضد عائلته في تلك اللحظة تم تكليف مفتش ديوان المحاسبة بقلعة الجبار التي قصفها ودمرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أغلو في اثنين وعشرين فبراير الفين وخمس عشر بينما اقترح أحمد حوجة محاربة المسيح الدجال كليدار أغلو بالملح قال أبو هرير مسؤول داعش في ديار بكر إن عجن فضلات الماعز بالتمرس يقتل المسيح الدجال واتهم أحمد حوجا بارتداء رداء الشرك بينما كان جميع العلماء يتهمون بعضهم البعض بالتجديف ويحاولون ذبح بعضهم البعض ألقى إمام طائفة فتح الله غن بنفسه عند أقدام رجب طيب أردوغان وهو يبكي ويصرخ أرجوك أعطني جواز السفر أقسم أنني لن أفعل شيئا ضدك طوال حياتي عند سماع ذلك أمر رجب طيب أردوغان بجلده هو وإبراهيم مليح جوكجيك حتى تبو ووقف بهدوء وذهب إلى الكوخ الأخضر المبني في حديقة القصر بعد أن صب حلقة من الملح المقدس حول الكوخ توضأ واختبأ في ذلك الكوخ المبارك لحماية نفسه من المسيح الدجال كيليجدار أغلو وفقا للشائعات يطير المسيح الدجال الحالي كيليجدار أغلو حول القصر كل ليلة ويمطط تنينا طائرا ويشرب الخمر ويكسر الصمت الهادئ للمجمع المبارك الذي تنفث مداخنه العملاقة أدخرة الخل بضحكه الشيطاني الذي اخترق للظلم والصمت في الليل لكننا ننهي هذا الخبر بالرسالة التي بعث بها إلينا رئيسنا رجب طيب أردوغان شخصيا كل شيء لم ينتهي بعد نصر للإسلام ونصر للمؤمنين